يعني هو السؤال كمان لماذا لم يعالجها في وقتها مع أنه برضو الرب يعني مش بس في المسيح أخذ زمام المبادرة برضو عالج الخطيئة من وقتها يعني مش أنه استنى تلت أربع تلاف أو أربع تلاف ونص سنة يعني عالجها من وقتها يعني نقدر نقول حاجتين الحاجة الأولى أن الصليب كما يخبرنا بطرس في رسالة الأولى على صح واحد معروفا سابقا قبل تأسيس العالم افتديتم بدم كريم كما من حمل بلعيب ولدانس دم المسيح فالحل موجود لكن لماذا تأنى المسيح ألاف السنين قبل ما ييجي عشان خاطر يثبت أن الإنسان عاجز تماما فأدى الإنسان فرصة يعني ما خدوش قط مخيار زم ما بنقول يعني الإنسان أخطأ طيب هل في حد عنده حل تقدموا يا ذوي الحلول إذا كان عندكم حل في الحقيقة ما حدش عنده حل إطلاقا فكان الأمر يلزم مجيء المسيح عشان كده يقول أظهره مرة عند انقضاء الدهور يعني أدى فرصة كاملة وعند انقضاء الدهور وثبت فشل الكل أظهر المسيح عند انقضاءه ليبطل الخطية بذبيحة نفسه يعني هو برضو كمان أنه رب أخذ زمام المبادرة لأنه آدم وحاولوا حاولوا يغطوا العورة بأوراق التين ولكن الرب يعني من هون إحنا منقول ابتدأت فكرة الذبيحة والذبيحة كانت ترمز إلى يسوع المسيح ابتدأت بالنسبة لينا لكن مش ابتدأت بالنسبة لله اللي كان عارف أن ما فيش غير ابنه الوحيد حقيقي لكي يذبح زي ما قلنا الآية بتاعة بطرس الأولى واحد افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم ولكن أظهر بالضبط أظهر في الأيام الأخيرة من أجلنا برضو في نفس السؤال لما وهو طبعا اللي بيسأل السؤال كأنه بدافع عن يسوع هاي الفكرة أنه احنا يعني ركبنا مشكلة ليسوع في موضوع الصليب وفي نفس الإطار كمان أنه بيستخدمه آية مرات خارجة عن سياق الحديث طيب ألا يتناقض مع الآية أنه كل واحد يموت بذنبه كل واحد يموت بذنبه لا ما فيش تناقض إطلاقا وفعلا الله ما يمشي هذا القانون والشخص المعترض سيكتشف أن الله سوف يحاسبه بهذا القانون عينه فيش تعارض لكن هل عند الله طريقة لتخليص الندم ومتابه عن خطيتهم اللي عايزين رحمة من الله المتواضعين المنكسرين انكسرت قلوبهم بسبب الخطيئة هل عند الله حل الإجابة نعم وما هو هذا الحل وهو مجروح لأجل خطيئانا مسحوخ لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه على المسيح وبحبوره يشوفينا دي رحمة إلهنا ونعمة إلهنا واللي عايز يرفضها ربنا مش هيكبره عليها لكن هو الندمان في النهاية وهو الخاسر فالله سوف يحاسبك بالعدل إن رفضت نعمته وهذا الآية اللي اقتبستها من سفر شعياء 53 شعياء بيتنبأ أكثر من 700 سنة عن هذا الحدث العظيم وهو صلب يسوع المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة